موسيقى يا صحابي يا أهلي يد يا رمزي أنا عايز أخدكم في أحضاني حاجة غريبة حاجة مريبة داء الدنيا لها طعم عجيب أنا ديك واصحة من النوم لاغيك وضعت فرخات صحيح دولة أنت مزاجك عالي قوي النهاردة آه قوي 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 يا رمزي ولا رمزي أنت عمرك سمعت عن الحب الأولز آه طبعا الحب الأولز ده يا دولة ده أكترهم تفوقا ده شطر جدا صحيح؟ فعلا هو أكترهم تفوقا لان طبعا الحب أنواع بيبقى فيه حب فاشل وفيه حب مثلا بيبقى ناجح بس في مدتين وحب ناجح قوي بس ده بقى حب أشطرهم ده صحيح يا لخبيتك يا دولة أنت أي حاجة يعني تخص الجنب الشمالي اللي بيقعد يدق كده اسألنا أنا ياه تعالي فعلا يا رمزي أنا ندمان على العمر اللي عادة ده بعيد عن الحب الأولز بس عادي ملحوقة ملحوقة وهتنحق إزاي يا دولة؟ وبطلع الساعة كم ده؟ النهاردة الساعة خمسة ونص إيه ده؟ أنت هتقابلها؟ من خمسة وخمسة ونص وانواتي خفرناك يا حبيبي عليك للتص حبيبي واس بس كده خطر يا دولة كده خطر بصراحة يعني احتمال باباها ومامتها وأخوها وخلتها وبتاها يبقوا رائعين نفس المكان بالصدفة هتعمل ايه الصدفة العائلية المركبة دي انت جمعتها ازاي ده؟ عايزين قلبهم يا ابني دولة؟ دي صدفة محتملية يا دولة لا بص يا رمزي لا تخافش ما تخافش ايه ده؟ انت باك اللي انا هتراوك يا لا يا ده انت ابن عمي يا لا ده انا بحبك يا لا يا رمزي بص النهاردة البزار ده بتاعك انت موديل البزار لا انت صاحب البزار تعمل فيه كل اللي انت عايزه وبقى تكسر البضاعة تقفل الباب تفتح الباب ما تبعش تنام تصحب راحتك خالص يا رمزي عشان تعرف انا بحبك قد ايه؟ ربنا نخليك يا دولة سأهم حاجة لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تبتصليش هنا تاني يا بت اشتر 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 من خمسة وخمسة ونص وانا واحد بس تنات اشتر خوش يا وثى انت و هو خوش هات الكرسة ده هاتي الكرسة ده تعلوتهان اعود اعود. المشوار هب حالي. حضرتك ما عليش انا اسف يعني و بس المكان ده محجوز يعني. يا وده قلت لك ما تلعبش في منخير اخوك يا باز. احسن قسما عازما. انا اسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معطرد يعني على تربيت اولادك يعني بالطريقة اللي انت شايفها صح. وتنسل الشبشب ده وضع طبيعا. اه ما تنسل اللي عليا يا شباشب يعني. بس يا حضرتك يعني ريت تنسلي بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفسي هزارك يا مدرور. عامل نفسك مش عارفني. وبعدين تجي وتعكسني بعد كده. مش عارفك ايه. هو حضرتك اه 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 اه. هو انتي ام اماني. نفسي هزارك بتاع الزماني. بس تقل شوية. ده انا ما خلفتش غلث مرات. واحد راح وخلاص. وهم دول اللي فاضلوا عادل وعدولة. تقولي يا بتي اماني. مساميهم عادل وعدولة ليه? اقولك على اسمك. بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما بقى عايزة اتكلم معاك كده في موضوع مهم. موضوع جد. انما عادولة بقى. لما بقى عايزة افتكر ايام زمان. ايام سكشان اربعة. ومدرك ستة. اللي قدام حمامي السبيان. حمامي سبيان. حضرتك مصي. انت صراحة يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفة ان انا حلوت وتدورتي شوية. اتدورتي ايه. اقولك عبارتي. يعني لو حضرتك اماني انا بقى مش عادل. بطل بقى هزارك الباية اختف. حضرتك بصي ماشي. اه لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريق. تعريق. عوامل التغطية. لكن كمان صوتك اتغير ازاي. يعني حضرتك وانت بتكلميني في التليفون. انا كنت سامع صوت مختلف تماما. ده انا السماعة كان بتترعش. كان صوتك واصلي نغمات مجسمة. انا كده. صوتش في التليفونات. وتليفونات الترانكات. والكبين. يبقى كده. اه. وانتم ركبين في بيت موكبين بتليفونات ولا ايه? بص يا حضرتك. اه عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني. اه متشكل او فرصة سعيدة وسلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه? يعني مش اشوفك ولا ايه? اه حضرتك ما تشوفيش واحش يعني اه كمان خمستاشر سنة ان شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص ويكونوا حتى الاولاد كبروا وما بقوش يلعبوا في منخير بعض يعني سلام عليكم. خمسة ايه وخمستاشر ايه ان شاء الله? قعد السنك خمستاشر سنة? ط انا اروح فين الخمستاشر سنة? اقعد فين الخمستاشر سنة. ايه يا حضرتك يعني عادي جدا تعودي مع ابو عادل وعدولة يعني. ابو عادل يا اخويا خلع. خلع من اول رجل ادتهاله بعد الهاتك اللي قلتهالي. اه حضرتك بص يعني خلع ما خلعش انا مش مسؤولة عن الحكاية دي خالص يعني. اني مش مسؤولة عن الحكاية دي بقولك ايه? انا شم كده يا اخويا بقى ريحة جش يقرب. وسيبين اكون نفسي. وسط رختي الاول. وابويا هيحرمني من المراس. وحي يسلم المراس لاخويا اللي مش ايه? وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه? ايه انت يا هتخوفين يعني? ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عناية? اه شامم ريحة نضرب لنا ورقتين عرفي. وبقولك ايه? هو الودي اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك. ونحن التحليل دي ان ايه? والنلفة على على المعامل. اه لأ. لأ. مش كل الطير اللي تاكل لحمه. انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي. انا غير كل البنات دول. تحب تسمع? اه. اه احب اسمع سمعين. اه سمعك يا عناية. ايه ده? اهو. وانا اقول مبنى الازاع ده بيطلع منه الشرعات دي ازاع. يعني كنت اعترف تلك من خمستاشر سنة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اكيد كان كل حياة الراية. ايه ده لا 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 لا. اه حرم عليك. انت ايه? انت ما عندك ايش اخوات بلسك حرم عليك. تأمين فيي يا تلي تمسك علي يا زلة عشان امنتلك. اه اي كان عندي الخلص يا عناية. انا انا عملتلك ايه طيب يعني حضرت طيب طلباتك ايه? تكتب علي يا حلن يا اخويا. انا خلاص سمعيت تلطب. اه ايه اكتب عليك ايه بس يعني يا حضرتك ده ده صعب يعني صعب ان انا اعمل حاجة زي كده انا الراجل اه متجوز وعندي اه بنت يا. اسمع بقى يا عدولة يا حبيبي. انا عسلي عسلي ومر مر. لا تدوق عسلي لدواك المر. اه حضرتك انت ايه بتخوفين يعني ولا ايه? اه مانا برضو يعني. اه مانا برضو شرباطي شرباط وخلي خل. يا دنوقي شرباطي ينقعك في الخل. اه? ايوة في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجة. ام يلا ام يلا. ام يلا. ام يلا. كده 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 تدوها ممرت يا حوان. ايه ده ايه ده هي رفضتها? يا ريت رفضتني. دي مسكت فيا بقديها وسنانها. عايزة تدبسني في جوازها. شارع ربنا دولة ايه? انت لسه معاك تلاتة يا ابني. وبعدين بص احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من السفر. يا دنوقي دي اساسا ببعها. اطلق رانيا ايه? رانيا بالنسبة لها ملاك. ده كفاية يا ياسمين بس الواحد يبص في فشها. بساعة صباحة. ايه? اقدم لك سيدة اخويا. سيد سيد مستودع. هو ده يا بيت. هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر بغتي. الغرغر بيها سي حضرتك ما ينفعش من غرغر بيها خالص دي. ممكن يبقى فيه استحلاف بس على صغير يعني. غرغر ولا مغ غرغر يا بيت. غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس. اخس يا دولة عليك. اخس. بقى انت تطلع عطوم ونادلي للدرجات دي. يا بص بقى معلم لازم ان يكتب عليها. الله نول عليك يا انتازة. اه ما احنا لنا يا اخوات بنات برضو. اه وبعدين الغلط ملمون. اولا 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 اولا. ايه بص مش رقصك النهار ده خالص. اطلع بقى بره. ايه. انت عايز توملوس. مقشوف بقى. زوق عافية. يمين شمال. فوق تحت. حركات م المكسرات. ابيض على اسود. هتصلح يعني هتصلح. حضرتك اصلح ايه ما هي زي الفل قدامك مش محتاجة اي تصديح. وبعدين حضرتك انا ما اعيش العدة يعني. وبعدين حتى لو معالي عدة هاجب لها من اه خطأ وبعدين حضرتك النهارده احنا اه اجازه عشان عيدhi عمالي. يعني مش عايز تصلح? خلس الكلام. وانا تيتو. لا مينة معلمة. ايه دة دة تيتو اه مش شغل فيلم خالص. وانا حبا طاليا. عمانة معلمة اه حرب اطاليا هوي انا بس قبل ما ييجي بقى على مصر على طول كان اما جي مصر حالة ولا موفيا لا عمانة يا سيدين معلمين ايه 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 ده وحداتك عندك كله اكشن كده ما فيش حاجة خفيف خفيف رومانسي مثلا العشق والهوا شرط وفانيلا وكاد وده كاد اه امرك امعلم هو ده اه ايه ده ماشTM Mc شكله طيب عانهم خالص وعد الشرطة فعلا نورفلين له الكامل ما هذا الصغير بس ملوش كلمة اين؟ اه 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 يا سلامه اه اهلا وسهلا بيهم كلهم يعني مجموعة هيلة ده الصغير اكيد ما جابش ارادات طبعا يعني انا بجرع عندي الصغير ده ملوش كلمة فقدر عمزي اه بص ملوش كلمة ولا لي حضور حتى حضرت اه عموما انا جاهز يلا ابتدوا درابوا بقى عشان مستعجل يلا هتدرابوا في الوش الاول ولا ايه؟ انا انا اتخلني يا عدل انا اتخلني بص انا غلطان وندمان ومش هسألك يعني صراحة هتعملي فيي ايه؟ ولو انتي قال انا ان انا اخونك يعني واتجوزها لا اكيد مش هتجوزها حتى لو سايد مستودع ده فجر فيي المستودع كله يعني محدش يقدر يمس شعرة منك طول ما نعايش على وش الدنيا ربنا خليكي لي يا رانيان هتعملي ايه؟ سيبنا نتصرف ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا مازا محتاجش سيبنا نتصرف الاول وبعدين ييجي بعد كده حسابنا مع بعض ماشي هتتعمل ايه؟ هتتعمل ايه؟ هتتتنم جميعنا ولا ايه؟ يلا يلا حبيبي يلا يا بابا يجلينا برا يلا يلا هتتعمل ايه؟ هتتعمل مخدة؟ ماشي 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 اهلا 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 زكا سايد زكا اماني زكا عبدولا انا مش عايزك تزعم اللي حصل انبارح بالعكس يا عام ده اللي حصل انبارح خلاني اتمسك باماني اكتر يعني انتو عيلة محافظة واضح طبعا واحنا برضو عيلة محافظة فالمحافظات يخشوا في بعض يعني نبقى جمهورية مع بعض يعني اهلا الوساط مدال عشان برضو اهلا 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 انا حب بقى اعرفكوا بعيلتي مبدئيا اعرفكوا بامرات الاولانية انت يا بيت يا انا امرة واحدة فتحية ايه واجيها هوي يا عاد ايه؟ عملت ايه يا بيت؟ زغت الانارب وحطتي الكزب للبط وللمعيز وبازارته وحصاته وخزينته ولماته وكاني جايه وعلته ايه؟ دايه الموسم السريع دي اه دي اسمها فتحية ديل تقديم رات الاولانية اركيا على جنب يا بيت تعرفكوا بقى بالتاني اصف والنمرة اتنين تجمع ايه؟ 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 ايه غلها بقى باخد فلوسها وخليها تعود تصرف علينا تقول الوقت اصبر 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 اعرفكوا على نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة تقمع من نحيي قلبي ودرقاله وحبيبي الحبي المر وحبيبي لو دس على طرفي للقعب السر دي مراتي نبرة ثلاثة أهلاً وسهلاً عملتي ايه في القطر اللعبة اللي أنا جبته لك يا بيت؟ ركبته يا عادري طيب وطهر الورق اللي أنا عملته لك فكرته في البرج يا عادري اييييييييييييييييييي طيب اروح الكلي جنب دراي ركيناك اريد ايك تيكلى الله دي مراتي نبرة ثلاثة يعني اسمها سوسن الهابلة يا بديد اتجوز تقالي كمان اوي برضو الواحد يعني بيحمد ربنا على نعمة العقل كل ما شوفها فكر العقل اللي عندي احمد ربنا الحمد لله عايزين شوفوا حد تاني ولا ايه انتي بقى يا اماني هتبقي نبرة أربعة لان صراحة حجم ده أنا ناقس عندي خالص كما تتكلم؟ سأتنوري بيت وتبقي المرأة أربعة حلالة انظر! سأتشتري العبش من دميات وأديك رنة تكون جهزة يلا يا سيد لا تديني رنة ايه؟ لا 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 ما أنا عندي العبشة لسه مغار النابوليا كلها لا 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 وردو وردو الأمر يعني لا ما يسلمش يعني لا نزبط أمورنا يا أبينا أمان وبنشيني كوي سابق مع السلامة مع ألف سلامة مع ألف سلامة خذوا الشر وراحوا الحمد لله رمية حبيبتي رانيا رانيا شكوكو سمعة سمعة الشوت الأول ده خالص وبصي المحسن في الشوت التاني اللي جاي هتلاقي محسن تاني خالص يعني هتعمل إن شاء الله حلا هتبقى ده مختلف فرقنا يا بوتريك أبوتريكا أبوتريكا مين؟ مش ده بتاع الزمالك؟ لعمة الدنين اللي جابهم في أم بدول أوفصايت وتلعوا قاود كمان بس الحكم عداها وجابوها في الأعادة وفي الأعادة وفي الأعادة إنفادة وده إحنا بنعيدهم يا خوفي لنخوش شوت تالت وشوت رابع شوت تالت ورابع ايه؟ ده أنت الهدف الزهبي الوحيد اللي في حياتي اللي بلعب عليك والعلم كبقى أنا لا عايز لعيل ولا تيل أي نعم أنا كان نفسي في الخطيب التالي وتجيب لنا عيلين كده في بطن واحدة زي عبلوها بالسيد ومحمد السيد ونرسل مهار ما بتاع الزمالك دول بس خلاص الاحتراف دلوقتي مخلاش نفسي في أي حاجة هو عيل صغير أجيبه في مدرسة الكرة وأعاده معايا هنا وأدربه سنتين وأبيئه وأكسب فيه وأبقى زي الفل لا وانت بيع قاوي بس النهار ده أنا عجاي شاري يعني خلاص يا محسن طلقت الست الحايزابونة دي خطفت الرجالة أهياناري السموية لا ما تكمليش خدت الكارت الأحمر وحتعود على الخط ماتشين يعني هتنزل تلعب داني لا مفيش لعبة تاني مفيش فروت في حياتي غيرك يا جميل يعني خلاص يا محسن هنسبت التشكيل ده ومش هتحن للإحتياطي حفظ لعب ديكي تول حياتي تسمحيني المنازمة الحلوة دي دي كيسي مونير ده أطليقي سوفارت الجداية يا همر قولي يا عادة ايو ماما قولي كيه بالظبط انت بتحب السنة يعني عايزة الرد ده بحبها كأختي ولا كإنسان يعني هي حتفرق ايو يعني الرد اللي انت عايزة مني ده عايزة ان هي كإنسانة ولا كمسلا واحدة معدية وخلاص ما تقولي عادل طب يا ماما يعني انت عايزة رأيي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره يا خرابي يا خرابي انت دياء دخولي ايو ماما لازم اعرف ايه المواصفات بتاعت الطلب اللي انت طلبها يعني انت عايزة تعرفي رأيي في سنة اكيد طبعا لو بك رهاش يا ماما كأختي لكن لو انا انسان معدي وهي انسانة مثلا جارتي زملتي يعني بتحبها يبقى حسك ده بقى مش نفسك تأمن مستقبل اختك طبعا يا ماما نفسي يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن مايحصلش تاني واللي تلسع من الشربة اه معروفة دي اللسانه بيوجعه يبقى لازم ناخد احتياطاتنا نقطع لها لسانها يا عادل اتكلم عيد الامال خلاص نشير الشربة من قداما طب انا مش هتكلم في حاجة تاني معاية يا ماما انت عارفة يا ماما موقفي من هباب محسن ده لا بطيء ولا عايزة شوف كلقاته بما انه بقى هو اللي جهه وبيتحيل علينا لازم نشرط ونتأمر عليه كمان وان كان لك حاجة عند الكلب اه اقول له يا محسن معروفة شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر القيمة ويقول يمين الطلاق الكلام يوقف في زوره صح يا ماما خلاص انا بقى هعمله قيمة خمس صفحات فلوسكات يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداياس حلو يبقى وفرنا سجاجيت برضو يفتكر الشقة يجيب ورا بس ونكون احنا بنشوي لحمة مثلا ورا ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلاص منه فهمت بقى يا عادل انعاوزة ايه طبعا يا ماما فهمت ده انا شوي زي الخروف مقدم ومؤخر وشبكة وشقة يا مهارسو ده حبيبي محسن ده انا ما هسدق ان تأمنه وبكده انبقى أمننا مستقبلها اه ودمرنا مستقبلها يعني انت عايزنك تبلغى الشقة واي متلعفش وتعورني في تلاتين الف بني مؤخر هو كده عاجبك ولا مش عاجبك انا يا ابو ناسعي ايه ده وفيت عطوك كده اه بس في حالة كده مش مظبوطة في خصوص التلاتين باكل ايه ما ينقصوش مليم عاجبك ولا مش عاجبك يا عم انت اختك ما بتحبش رقم تلاتين احنا الشوق عندنا في الملحب خمسة واربعين دقيقة الحكم بيحط عليهم خمس دقايق بدل استقبال كده يعني كله خمسين خمسين الف جنيه مؤخر اه اه انا كان قصدي خمسين الف يعني انا بس قصدي كنت حسيبها تلاتين على مارش الباسكت مش كرة القدمي بقى خمسين الف جنيه اه اه يظهر انك نسيت قواعد اللعبة لا مانسيتش انا لعيب ولعيب جامد طب شوت كده هشوت العسمة في ايديها العسمة والشبكة كمان في ايديها ايه ايه ده اه طيب اه مش معقولة هتدخل على عفشة قديمة انا ما حبش المتشاط المتسجلة لازم العفشة يبقى جديدة يعني على الهوى مباشرة هنزلها ستاة دومياد تنقل نابوليا اللي هي عايزها اه اه الكسوة كسوة ايه كسوة ايه ما تبقاش لعيب محتار في خدت الكرة ودخلت بيها عالت 18 روح تراجع تاني منص المتسجلة ومع ذلك كل انواع الكسوة المدارس دخول الاعياد كل ده عندي مردى ونسب تعبت صح؟ نعملها في طيب لمونة حتى مردى 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 يا عدولة بقى لك كتير ساكت وفاضل دقيقة والمدشي اخلص ايوا بس الجون بيجي في لحظة بردك المدشي مقري واللعيبة تعباني اصدق ايه؟ انا ما اتكلمش عن المانشي ده انا بتكلم عن المانشي للتلفزيون اه طيب بص بقى من الاخر هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تداق سناء هرفع عليك قضية بوصل الامانة ده واحباسك لا لا كده بالي وكرت احمد كمان هتكتب على نفسك وصل امانة بليون جنيه سمعت 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 اخوك عايز يعمل فيه ايه؟ عايز يجيب لي رباط صليبي اصابة تعجزني عن الملاعب بعد الشر عليك يا محسن وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجة في المدشي اللي بيني وبين اخوكي عادل من يوم ما عرفتك ده بيتبرشط علي وماشي يتكلم علي في كل حتة اقولك على حاجة ده بيجي القهوة هنا بيطلب مشاريب على حسابي ويقوله يا حتة على حساب محسن وادفع يا محسن انا مش بقول كده عشان اسخانك يعني مش محتاجة تسخين انا اكتر من كده هو ازاي يتجرق ويعمل كده ده غير كده بقى ماشي يلبلب علي في كل حتة وقالب علي الدنيا وانت عارفة انا راجل اللعيب كورة مليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيت بياجوان وبعدين انت مراتي برضو اللي يلطني يلطت ده ليلته سودة بس لما شوفه طب انا حقولك على حاجة حصلت واحنا بنلعب في الدورة الرمضانية دورة كبيرة جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ مبابا عارفة؟ لا مش مهمة قال علي ان انا باخد منشطات ريادية راحوا كاتبين في مجلة الحاقط اللي في مركز شباب مبابا عارفة؟ لا مش مهمة ان انا بقيت هاترك مقود صلت يا مقصد؟ اه وغير كده كتير كتير بس انا برضو عايز اقولك ان انت اخوات وعمر الدم ما يبقى ميا اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه سواء استمرتي معايا او ما استمرتي ما تقوقوش ما فيهاش قوي دفترة عليك وانا مقبلهوش استنى علي استنى علي يا عادل بس لما شوفك مرسي يا طنط اه طبعا هديك اسمعتي كل الكلام اللي اتقال يعني اكدب وداني السوت سوت ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح وهديك اسمعتي كل حال احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نقمن مستقبل سناء وبالمعقول شوف يا طنط كل الكلام اللي قالوا انا هعمل قده مرتين بس لازم حضرتك العرافي ان كل برغوت على قد دمه وانا راجل جاي شاري عايزيني يقولولي اهلا وسهلا مش عايزيني يقولولي توكل على الله يا اخويا ما تقولش كده اللي فاتمي جايز بالنسبة لحضرتك مات انما بالنسبة للاستاذ عادل لا زالها ينبط انسى كل اللي قالوا عادل خالص هنقعد مع بعض عادة تانية ونتفق وبالمعقول وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان انتو طلباتكو ايه يعني الستة منين عاوزة تحس بالامال عايزة تقمن لها خط الدفاع يعني الشقة تبقى باسمها ومال الشقة تبقى باسمها حاضر بس طبعا حضرتك عارفة ان الشقة دي واقف من ايام الضزوي ومختار التيتش ان شاء الله بعد اربعين سنة لما القدية تخلص حكتبها لها باسمها كويس قوي طيب والقايمة حطوا اللي انتو عايزينو في القايمة وانا هحط قدوا مرتين شفت انا حلو ازاي حلو قوي بس يعني ما نتكلمش في القايمة دلوقتي الا ما ننزل مع بعض ونشتري العافش على اقل اقل من مهلكم طب والمؤخر دي حاجة مفهاش فصال طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل مفهاش فصال بس ده امتى فحالة لو كانت العصمة في ايدي انما انا بقى جدعانة مني هخلي العصمة في ايديها تعمل فيها اللي هي عايزة تطلقني وترميني في اي وقت شفت بقى انا اجدع منكم ازاي عداك العيب تشرب حاجة ساعة انا بموت في الحاجات الساعة وبالذات العصير اللي انت بتعمليها طبعا يا ريتشو هاتشاي سخني استاذة رانيا ممكن اتكلم معاكي في موضوع رفاية لو سمحتيني اوكي